بعد أن كثرت التهديدات التركية حيال القيام بعملية عسكرية تجاه مدينتي عفرين ومنبج بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي يبدو أن تركيا تحاول أن تحشد العدة لذلك الأمر دوليا في الوقت الذي يكتنف الموقف الروسي الغموضة ومعارضة أمريكية وأرسلت تركيا قائدة جيش إلى موسكو سعيا للحصول على موافقة روسية لشن حملة جوية على عفرين الخاضع لوحدات حماية الشعب وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية وذلك رغم تحذيرات من دمشق بأنها قد تسقط أي طائرات تركية تدخل أجواءها مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي قال إن زيارة رئيس الأركان خلوسي أكار إلى موسكو تأتي في إطار مشاورات مع روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين للنظام السوري بهدف السماح لطائرات تركية بالمشاركة في حملة عفرين بحسب رويترز والرحلة هي أقوى مؤشر حتى الآن على اعتزام تركيا القيام بعمل عسكري مباشر في أراضي تسيطر عليها فصائل كردية الأمر الذي سيفتح على الأرجح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية ويعني ذلك مواجهة الكرد المتحالفين مع الولايات المتحدة في وقت تقترب فيه العلاقات بين أنقر وواشنطن من نقطة الانهيار في الأثناء وردا على سؤال حول مؤشرات على استعداد تركيا لمهاجمة عفرين قالت هيذر نورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي سندعو الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع لا نريدهم أن ينخرطوا في عنف وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم داعش في حين زادت تركيا في الأسبوع الماضي تهديداتها بالقيام بتحرك عسكري في عفرين ردا على خطط أمريكية تهدف لتشكيل قوة قوامها 30 ألف مقاتل لحماية مناطق الخاضعة لسيطرة قوات السورية الديمقراطية في منطقة كبيرة إلى الشرق من عفرين وبهذا الخصوص ذكر مسؤول تركي ردنا على هذا هو حقنا الشرعي في الرد بالمثل وقد أبلغنا الولايات المتحدة بذلك لافتا أن تركيا غير راضية عن مساعي الولايات المتحدة لتهديئة مخاوفها بشأن دعمها للقوى الحدودية المزمعة وكان وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون قال إنه اجتمع مع نظره التركي لتوضيح الأمر وأردف أن الموقف أسيء طرحه وأسيء تفسيره كان كلام البعض غير دقيق في حين ذكر المسؤول التركي عبرنا عن عدم ارتياحنا في الاجتماعات التي أجريناها مع وزيري الدفاع والخارجية لكن تصريحات الولايات المتحدة لا ترضينا بشكل كامل كاشفا بأن عدم ثقتهم بالولايات المتحدة لا يزال قائما على حد وصفه ترجمة نانسي قنقر